مضارب بني هاشم بالدوان الملكي الهاشمي وفي إطار لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني التواصلية مع أبناء وبنات الوطن في محافظات وابوادي ومخيمات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي جدد جلالة التأكيد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهل المخيمات بالمملكة أن الأردن القوي والمستقر هو الأقدر على مساندة الأشقاء العرب خصوصا الأهل في فلسطين وأكد جلالته أن الأردن الناس سيبقى عنوانا للخير والمواقف المشرفة متمسكا بمبادئه الثابتة الله يمسيكم بالخير الصحيح أنا سعيد اليوم أكون بين هذه الوجوه الطيبة هذه السنة بمناسبة اليوبيل تقيت كثير من إخوانكم بمختلف المناطق وبكل لقاء بشوف كديش إحنا أقوية بوحدتنا وحرصنا على أمن وازدهار بلدنا والحمد لله جبهتنا الداخلية دائما قوية وأتماسك الأردن القوي والمستقر هو الأقدر على مساندة الأشقاء العرب وخصوصا أهلنا في فلسطين زي ما بتعرفوا بذلنا جهود ديبلوماسية مكثفة لوقف الظلم على الأشقاء في غزة هذا واجبنا وإحنا دائما مع الحق وبالنفس الوقت مستمرين بجهودنا بتقديم المساعدات من البر ومن الجو يا إخوان من لما تأسس الأردن وجهنا محاولات للتشكيك بمواقفنا الصادقة لكن هذا ما راح يأثر على قيمنا ودورنا الواضح وإن شاء الله هذا البلد بوجود الجميع راح يضل عنوان للخير وللمواقف المشرفة بوحدتنا وتمسكنا بمبادئنا الثابتة بشكركم على جهودكم ومواقفكم الوطنية وانتماكم الصادق للأردن ولي رسالته النبيلة ورح نضل دائما جسد واحد وقلب واحد لمصلحة الأردن ومستقبله والله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بألف خير من جانبهم أكد المتحدثون التفاف أبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حول قيادة جلالة الملك مشيدين بمواقف الأردن المشرفة بقيادة جلالته تجاه الأهل في غزة ولقد جاءوك يا مولاي ملبين الدعوة مؤكدين صدق ولاءهم وانتماءهم لهذا الوطن وقيادته الحكيمة مقدرين جهود جلالتكم في الدفاع عن قضيتهم العادلة في جميع المحافل الدولية وما تبدلونهم لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمة القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ويؤكدون على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس انطلاقا من أن بوصلة الأردن هي دائما باتجاه فلسطين وتاجها القدس الشريف كما وثمنون جهود جلالتكم ومواقفهم الثابتة والمشرفة تجاه أشقائنا في غزة إن الوحدة الوطنية بين أبناء شعبك راسخة كالجبال سيدي لا يمكن لأي كان أن يزعزها بكلمة هنا أو هناك وسيظل هذا الوطن عصيا على ضعفاء النفوس وناكري الجميل وكل ذلك بفضل نظرتكم الثاقبة مولاي المعظم إن أبناء غزة معك وبك ماضون فسر يا مولاي ونحن من خلفك على عهد الآباء سائرون ولن نخذل هذا البلد الذي قدمت وضحت لأجل غزة وإننا نثمن الدور الذي يلعبه جلالتكم على الصعيد الدولي لإيقاف هذه الحرب الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني وإننا نقف خلف قيادتنا وأجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي الدرع الواقي للوطني في التصدي لكل من تسول له نفسه المساسة بأمن الوطن والوحدة الوطنية مولاي صاحب الجلالة الهاشمية المعظم لا أريد أن أتحدث عن جهودكم وما تقدموه لأهلنا في غزة فهو كثير جداً وأنا على تواصل يومي مع الأهل في غزة وباستمرار بل أريد أن أحدثكم عما يقوله سكان قطاع غزة عن مواقفكم الشخصية تجاه الأهل ودوركم في نصرة الشعب الفلسطيني ودور الأردن المشرف وعن حبهم وشكرهم وتقديرهم لدوركم الكبير والمقدر والمحفوظ في قلوبهم جميعاً جميعهم يقولون أنكم الزعيم الوحيد الذي يقف مع الأهل في غزة ويدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويحمل همهم وثمن وجهاء وممثلوا أبناء المخيمات جهود جلالته في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كما عبروا عن تقديرهم لدعم الأردن لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين العنروا مالياً وسياسياً وتنفيذ عدد من المبادرات الملكية في المخيمات في مختلف المجالات ومهنئين بمناسبة اليوبي للفضي لقد عبر الأهل في غزة عن امتنانهم العميق لكم ولشعبنا الأردلي المطاع والذي لم يمل ولم يكل في إسناد شعبنا في غزة بناء على توصياتكم الوطنية باستخدام كل الوسائل من مساعدات وأنزلات وكنتم على رأسها وجهدكم السياسي في وقف الحرب المجنونة هذا دليل واضح من موقفكم البطولي إن مواقف جلالتكم الشجاعة التي نفاخر بها الدنيا هي تجسيد لثوابت الرسالة المقدسة التي لم ولن يتخلى عنها آل هاشم الأنقياء الأتقياء وما التفاف الشعب الأردني الأبي حول قيادة جلالتكم والتمسك بثوابتكم إلا تأكيد قاطع على الفكر الوطني الجمعي الذي يؤمن به الأردنيون جميعا ضمن جبهة وطنية موحدة وثابتة على العهد المقدس تجاه القيادة والوطن ولا مجال بيننا لعابث أو مشكك أو مندس كما لا مكان بيننا للغوغاء أو للمأزومين أو أصحاب الشعارات الخشبية أو من يتبعون أجندات مشبوهة إننا يا جلالة الملك نثمن لكم مواقفكم المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وجهودكم المميزة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة ونتقدم لكم بعظيم الشكر والامتنان على إمداد غزة بالمستشفيات الميدانية واللوازم الطبية بالإضافة إلى إنزال المساعدات الغذائية لهم وبصفتي ممثلتان عن العنصر النسائي داخل المخيمات نقدر دور جلالتكم وجلالة الملك رانيا العبدالله بتعميق دور المرأة وإنخراطها في المجتمع ورعاية المرأة في المخيمات وشاركت جلالة الملك الحضورة مأدبة الإفطار بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة ترجمة نانسي قنقر